لم تكن حادثة Virgin Galactic عام 2014 كفيلة بأن تمنع الشركة من مواصلة الساعي إلى تحقيق حلمها إذ كشفت النقاب عن مركبة فضائية جديدة بعد عمل مكثف دام 16 شهرا السفينة الفضائية التي يطلق عليها اسم الوحدة تمثل عودة الشركة إلى تسويق فكرة غزو الفضاء في رحلات خيالية قد تتسنى من خلالها إتاحة إرسال مغامرين من رجال أعمال أو هوات إلى الفضاء الخارجي في الجانب التقني تم تصميم السفينة لتصل إلى ارتفاع 62 ميلا فوق سطح الأرض لتوفير بضع دقائق من انعدام الوزن ومنظر مطل على الأرض من أقصى الفضاء أما التفاصيل فقد استخدم في طلائها وفي تصميم سفينة فيرجن الفضائية من الخارج فتعكس ألوانا تشير إلى أنها تنتمي إلى الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ وأحد أكبر مؤيدي مشروع الشركة هذا وتقوم الشركة برحلات تجريبية حاليا ومن المرجح أن تختبر السفينة الجديدة على مراحل مختلفة لقياس سرعة وارتفاع المركبة لكن بناء مثل هذه المركبات التي يمكن أن تحمل البشر إلى الفضاء فيشكل إنجازا لم تحققه إلى الآن إلا ناسا وروسيا والصين التي بدورها صممت وجربت مركبة الفضاء الأولى لفيرجن غالاتيك وربما تبدو فكرة رحلة الفضاء مثيرة ولكنها قد تحد من أعداد حامل تذاكر لأن تكلفتها وصلت إلى ربع مليون دولار للشخص الواحد ندى تواجري العربية